لدينا في هذه الدائرة التي مركزها hk ونصف قطرها r والإحداث السيني لها لهذه النقطة h والإحداث الصادي k والمطلوب مني إيجاد صيغة عامة لمعادلة هذه الدائرة التي مركزها hk من تعريف الدائرة فهي مجموعة نقاط تبعد البعد نفسه عن المركز فلنأخذ أي نقطة تقع على محيط الدائرة لنفرض أن هذه النقطة هي هذه لنسميها x و y لنسمي هذه الدائرة x و y المطلوب مني إيجاد صيغة عامة لمعادلة هذه الدائرة التي مركزها h و k سأقوم باستخدام نظريات فيثا خورس لإيجاد هذه الصيغة إذن سأقوم برسم إكمال المثلث قائم الزاوية بهذا الشكل يوازي محور الصادات و أيضا قاعدة المثلث توازي محور السنات وهو مثلث قائم الزاوي سأطبق نظرية فيثا خورس نظرية فيثا خورس مجموع مربعي طولي الساقين يساوي مربع طول الوتر الآن سأبدأ بمعرفة طول هذا الظل أو اللي هو موازي لمحور الصادات طول هذا الظل أو التغير في طول هذا الظل لو تلاحظ أن هذا الظل إحداثياته على محور الصادات هي Y فطول هذا الظل هي من Y النقطة Y حتى النقطة K إذن أستطيع أن أقول أنه طول هذا الظل Y-K الآن سأتي بطول هذا الظل الموازي لمحور السنات طول هذا الظل الموازي لمحور السنات النقطة أو محور السنات هو X لهذا الظل كاملا X الآن مطلوب مني إيجاد التغير في طول هذا الظل أو طول هذا الظل التغير هو من X النقطة X حتى النقطة H إذن أستطيع أن أقول أن طول هذا الظل هي X-H الآن أقوم بتطبيق نظرية فيتا قرص نظرية فيتا قرص أن طول مجموع مربعي طولي الظلعين X-H تربيع زائد الظلع الآخر Y-K يساوي R تربيع وهو نصف القطر في الدائرة ولكنه يعتبر وتر في هذا المثلث إذن نظرية فيتا قرص في هذا المثلث قائم الزاوية مجموع مربعي طولي الظلعين يساوي مربع طول الوتر والوتر في هذا المثلث يرمز له بالرمز R موجود هذا رمز R إذن R تربيع بهذا الشكل اعتبرني كتبت صيغة عامة لمعادلة الدائرة التي مركزها H و K لنأخذ مثال لنفرض أن لدينا دائرة مركزها خمسة وسالب خمسة و نصف قطرها يساوي أربعة لنبدأ بالتطبيق في هذا القانون أو الصيغة العامة لاحظ معي أن مركزها خمسة وسالب خمسة هذه تمثل H محور السنات هذا هو محور السنات مركزها على محور السنات و إحداث السنات و أيضا سالب خمسة على محور الصادات K طيب أين نصف القطر؟ نصف القطر هو هذا R نقوم الآن بتطبيقه في القاعدة العامة أقدر أقول أن X ناقص H خمسة تربيع زائد Y ناقص سالب خمسة اللي هو K تربيع يساوي أربعة تربيع الآن أبدأ أبسط العبارة قدر المستطاع بحيث تصبح بهذا الشكل أقدر أبتبها X ناقص خمسة تربيع زائد Y لاحظ معي ناقص سالب خمسة عندي سالب خارج القوس وسالب داخل القوس تصبح زائد خمسة تربيع يساوي 16 إذن عندي معادلة دائرة بهذا الشكل عندي دائرة هذه معادلتها مركزها خمسة وسالب خمسة ونصف قطرها أربعة لنفرض أعطاك سؤال بهذا الشكل وطلب منك إيجاد مركزها ونصف قطرها أرجع لأصل هذه المعادلة لاحظ معي في القانون X ناقص H في ناقص في القانون انظر إلى هذا في ناقص إذا الناقص هذا موبلل الخمسة هذا موجود في القانون إذا الخمسة موجب أقدر أقول مركزها بالنسبة للمحوة وحداثي السيني خمسة طيب Y ناقص K ال Y ناقص شف Y ناقص K ناقص في القانون طيب انظروا في المعادلة أعطيك موجب ماذا يعني؟ يعني موجود سالبين أصلا سالب القانون وسالب الإحداث الصاد إذا الخمسة هي أساسا بالسالب فعند التعويض بالقانون وجدنا أن أمامها ناقص فتحولت إلى موجب طبعا ال 16 نصف قطر ونصف القطر يساوي 4 إذن 4 تربيع تساوي 16 وبهذا كتبنا صيغة عامة لمعادلة الدالة مركزها H و K وأخذنا مثال تطبيقي عليها وأيضا لو أخذنا نصف قطرها المركز نفسه نفس المركز في الإحداثيات السين والصاد اللي هو 0 و 0 لنفرض أن لدينا دائرة مركزها هو مركز الإحداثيات 0 و 0 فتكتب على شكل طبعا يعتبر ال H وال K أصفار فيبقى لديك X تربيع زائد Y تربيع يساوي R تربيع يعني كأنك تشيل ال H وتحط مكان الصفر إلى إحداثي السيناء وتشيل ال K وتحط صفر إلى إحداثي الصادات عند التعويض بقى لديك X تربيع زائد Y تربيع يساوي R تربيع و شكرا اشتركوا في القناة